نبدأ معكم من أخبار نادي الزمالك وطبعا القايمة اللي بيعلنها فريرة لمباراة العودة أمام فلنبو تعالوا نشوف فريرة اختار مين بالنسبة لقايمة نادي الزمالك بالنسبة لنادي الزمالك فريرة اختار في حراسة المرمة محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم خط الدفاع عمر جابر وحمزة المسلوسي محمد عبدالغني حسام عبدالمجيد مصطفى الزناري محمد طارق أحمد فتوح محمد عبدالشافي خط الوسط محمد أشرف رؤى زكريا الوردي إمام عشور يوسف إبراهيم أوباما سيد عبدالله نمار أحمد مصطفى زيزو إبراهيم نضاي محمود عبدالرازق شيكابالا اللي بنقوله الحمد لله على السلامة خط الهجوم سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف طبعا مباراة العودة بالنسبة لنادي الزمالك اللي حيدرها طاقم تحكيم مغربي حيكون بقيادة الحكم سمير أزاز حكما للسحة حيبقى معاه حمزة ناصري مساعد أول وزكريا برنسي مساعد تاني وجلال جيد حكم رابع وطبعا حيرائب المباراة خالد عبدالله من تنزانيا ده طبعا طاقم التحكيم اللي حيكون متواجد بكرة في مباراة الزهاب في مباراة العودة الزمالك وفي اللامب تعالوا برضو نشوف قبل ما نتكلم سريعا على المباراة نشوف الغيابات نادي الزمالك والعيبة اللي مش هيبقى لها وجود بكرة إن شاء الله في التشكيل طبعا الونش بيستمر غيابه بسبب الإصابة كذلك عبدالله جمعة ونبيل عماد دونجا طبعا ربنا يشفيه السلاسي ده بيغيب للإصابة وطبعا فيه أسباب فنية اللي من خلالها مش هيبقى متواجد محمد حسان بيسو وسيد جعفر والسيد عطية ده غيابات نادي الزمالك طبعا سيف جعفر أنا آسف وطبعا الاجتماع الفني للمباراة طبعا عقد مساء اليوم الزمالك طبعا بلبسه التقليدي التشيرت الأبيض والشورت الأبيض وفي لامبو التشيرت الرصاصي والشورت لسود طبعا المباراة عشر تلاف متفرج بالنسبة للنادي الزمالك سمح بيهم الجهات الأمنية وطبعا في الجانب البروندي تحصل على 150 دعوة ده كان بالنسبة للاجتماع الفني بتاع المباراة مباراة خلونا نقول إنها مباراة مهمة جدا برضو لنادي الزمالك لأن طبعا إحنا فنيا بالنسبة للمباراة الأولى اللي تلعبت ناس كتير ما عجبهاش أداء نادي الزمالك وشايفين نادي الزمالك كان ممكن يؤدي أداء أحسن من كده خصوصا إن الفوارق الفنية كانت كبيرة جدا ما بين الفرقتين نادي الزمالك طبعا فريق منظم فريق تطور بشكل كبير جدا تحت قيادة فريرا الفترة الأخيرة قدر بعد وصول فريرا إن أشياء كتير جدا تتعدل قدر الزمالك أن يفوز بالكاس قدر أنه يتحصل على بطولة الدوري للسنة الثانية على التوالي المفروض أنه من أحسن لأحسن كان في مواجهة فريق نحن شايفين أنه فريق أقل من المتوسط فريق كمان نحن نروح نقول أنه فريق متواضع وكانت ناس كتير تأمل أن أداء نادي الزمالك بالأسماء اللي موجودة جواه أنه يبقى أحسن من كده ولكن ده ما ظهرش خالص على أرضية الملعب وكان فيه انتقادات كتيرة للعيبة الزمالك على أداءها وكذلك الانتقادات طالت حتى المدير الفني ولكن أنا بصراحة برضو دي نقطة مهمة جدا أنا معجب جدا بالهدوء اللي بقى موجود جواه مجلس إدارة نادي الزمالك وشوفنا الموقف حتى الكابتن جمال عبد الحميد هو طبعا عدو مجلس إدارة في الزمالك ومن أكتر المشجعين لنادي الزمالك ما كانش عاجبه الأداء ويمكن كانت انتقادات وطالت فريرة شوية ولكن عجبني بصراحة الهدوء اللي بقى بيتسم به المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وتدخله في الموضوع وانتهاء الأزمة كأن لما تحدث وابتدى يتكلم مع الراجل وابتدى يتكلم أن الراجل عمل حاجات كتير قوي جوا نادي الزمالك وان الراجل ده يعني سمعنا في الفيديوهات والهزار والضحك وان الراجل ده تلق ده احنا فيش مشكلة ده ممكن يترشع رئيس نادي الزمالك يعني الهدوء اللي بقى بيتمازل به المستشار المرتضى منصور بقى له فترة أنا شايف ان هو بيلقي بزلاله جوا نادي الزمالك وده موضوع احنا افتقدناه لفترات كبيرة جدا محدش طبعا ينكر الشكل الجديد لنادي الزمالك بعد ما جاء فريرا طبعا يعني الشكل اتغير وثقة رجعت وبقى فيه شكل واداء وبقت اللعيبة بالنسبة لها حاسة أن هي بقى هتكسب وهي نزلة الملعب وده كان شيء مهم جدا في الكرة قبل الحتة الفنية الحتة الفنية طبعا اتزبطت بشكل كبير جدا ابتدى كل العيب بيحاول ان هو يطلع كل اللي عنده وابتدى شايف شكل معين اللي هو 3-4-3 اللي نادي الزمالك اشتغل بيه بتراك ويسا هو حاول ان هو يثبته الفترة اللي فاتت دي كلها طبعا ابتدى ان هو يمكن غيره شوية المباراة اللي فاتت اللي ممكن فريرا حيشوفه الفترة اللي جاية هل مثلا الشكل القديم حيرجع هل مثلا ممكن يكون عشان الفريق البروندي مثلا متواضع شوية فعادي مفيش مشكلة ان انا غير طريقة اللي عب 4-3-3 شوفنا الصفقات الجديدة بتادي تشتغل مع نادي الزمالك شوفنا الواردي بياخد شوفنا ابراهيم انا ضايب بيشتغل شوفنا عمر جابر جديد وفي نفس الوقت الراجل يعني كابتن الفريق ومتربي جوه نادي الزمالك طبعا هي السيطرة كانت في معظمها طول المباراة لنادي الزمالك المباراة الاولى ولكن لا كان الاداء كان المفروض يبقى فيه يعني فيه احسن من كده ونادي الزمالك اكيد برضو الجمهور هو ما بيبصش لمباراة في لامبو البروندي ولكن جمهور الزمالك بيأمل الكثير والكثير خصوصا بعد عودة البطولات جوه نادي الزمالك الفترة الاخيرة نادي الزمالك وجمهوره اكيد جمهوره بيبص على بطولة الدوري لا لا للسنة الثالثة على التوالي جمهور نادي الزمالك بيدور على البطولة الافريقية الغيبة بقى لها 20 سنة عن نادي الزمالك وفي نفس الوقت نادي الزمالك داخل على مباراة مهمة جدا هتتلعب في مدينة العين في أبو الزابي مباراة السوبر المصري مع النادي الآهلي فدي حاجات كلها بتخلي الجمهور يمكن باصص لأبعد من كده وفي نفس الوقت بتخلي فريرة ولعبة الزمالك إن هي مطالبة أنها تقدم مباراة قوية في مباراة العودة اللي هتلاعب بكرة إن شاء الله ويبقى في نتيجة كويسة ونتيجة كبيرة وفي نفس الوقت يبقى فيه أداء كويس يطمن الجمهور